جاهز سليم؟ جاهز انا هتحرك ونبقى على التصال صباح الخير يا عمي إبراهيم صباح الخير يا عمي إبراهيم عمي إبراهيم والنبي ممكن تجيبني الفايل من على مكتب أستاذة أميمة عشان أستاذ منصر واستطني أن يكون على مكتب حاضرت حالة نكون عندك إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده يا عمي إبراهيم؟ يا الله مرأي إبراهيم يا الله مرأي إبراهيم طالو استنى استنى قولي العنوان فيه أه ماشي ألو؟ أيوة بتقول إيه؟ قنبلة؟ فين قنبلة دي؟ بتقول فين؟ يا غادة ونحن على الشاشة يا غادة تعالي شو فيه اللي بيحصل؟ في إيه مام بتزعاقي ليه؟ تعالي يا بنتي تعالي بص تعالي رحيط جسد أحد الرهائم والزاجري تعالدت إلينا الإقبار بأنه لواء في وزارة الداخلية كان البحث قد استمر عنه فوال أيام الماضية لنتهي بظهوره في أسوأ توقيت الممكن الأعصاب لا تزال مجدودة والموقف لا يزال متوترا حتى هذه اللحظة الكل لازم يخرج افتحوا البوابات بسرعة وخرجوهم كلهم يلا يابن يلا علو إيه بتقول إيه؟ التلفزيون؟ طيب طيب دي دا دا مجد دي دا دا مجد دا مجد وادد خد علاقة معاك ونزلوا صواره المكان وحاول تجيبوا الناس اللي جوا بسرعة يلا دينا مونة همسكوا سفحة الجورنال على فيسبوك وتويتر وتنزلوا خبر فل دقيقة أي خبر تلقوا تنزلوه يلا تحرك بسرعة إسماعيل خد أنا معاك واعرف لي مين الناس اللي في المعرض بأسماءهم وتلفوناتهم وحاول تكلم حتى من جوا يحكي لك اللي بيحصل ها? ورانيا هيا هيا تعاليني بسرعة اسماعيل الموضوع دا مهم جدا تحاول تجيب حد من جوا تكلمه ها? بقولك خاطر مع دا ليه هنا طلعيني كل بأسماء يلا يا جماعة بسرعة هرجوكم بسرعة الحاول يا راشا الحاول يا راشا الحاول يا راشا الحاول يا راشا احطرني حاول يا راشا حاول يا راشا حاول يا راشا حاولary خواه حاولي يا راشا حاول يا راشا يا راشا بسرعة مش عايز اي حد يعرب من جوه يمين وشمال مور بسرعة تعودوا على الارض البابادي تتفيدها إزاي؟ الكهربة يا فندس في الكهربة منين يعني؟ اللوحة يا فندس طالع منها يا سلاح هتنلمسها ماشو ناسي كلها يالله إذا ما حدش يعرب له ما حدش يلمس لوحة الكهربة في جديد؟ سبين سبين لاعرف لوحة الكهربة بتاعي فالح الباب مش هنقدر نفتح الباب من جوه يعني لمش هنعرف يا فتاح يبقى تكسر شوفوا لنا كده الحاجة يغسر فيها الباب ده الله أيوة إزايك يا حمزة في ليه؟ اللي انت تكننت؟ اسقط وبلاش عفراتها واسمع اللي هقولك عليه فأنا متكلمك عشان مساعدة بتساعدني إزايك؟ الباب اللي انتو عمين ترزعوا فيه ده متلغم لأن لو حد حاول يخرج أو يدقل من غير إذني المكان كله هيفجر أنا قلت الحقق قبل ما تتغابها سلام ابعد يا بقى ابعد عن الباب أخي إيه؟ لو فتحنا الباب المكان هينفجر نعم؟ سيليم فتح اخي باب لو فتحناه الخنبل هتنفجر إيه؟ صباح خير صباح النور؟ كان عندي معاد مع مستر صبحي باسم سامع حسمان طب سانية واحدة أرجع الباند طب أيوة بس المعدة الساعة واشرة ومستر صبحي لسه مجيش اه، ده أنا اللي جيت بادري شوي طيب فيه مشكلة وعاكس تنته لا، خالص، اتفضل مرسي يا رب مرسي يا رب مرسي 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 موسيقى 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 قبل نوفزها موسيقى 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 بس وไحنا مش عارفين نبتاح لهم أصل موسيقى فيكنكم بش خيمين لجوا بس مش هنيقدر نفتاح البابي مالحنا تخذه ازاي مش عارف. مش عارف. بس هندخل. هندخل. دهاء. دكتور سليم. ازاي حدك اخبارك ايه؟ مش فاكرني؟ انا حسام محمد كنت طالب عند حضرتك في هندسة. اه ازايك حسام اخبارك ايه؟ الحمد لله ازايك انت يا دكتور. ايه بلي كتير ايه ما شفتكش. من ساعة اللي حصل معك انت وعلي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا اسف يا دكتور. ايه بس اما شفتك افتكرته. لا ولا همت. انت طميني عليك اخبارك ايه كويس؟ اه الحمد لله. اتخرجت واشتغلت في شركة بليه تعملت شغور وهو. ماشي. شوية كده وشوية كده. صح لك كنت دايما بتقولي ان هي تبقى كده في الاول. صح. وبعد كده هتتعدل وتتزبط وتبقى كله تمام. وانت اصلا كنت شاطر يا حسام انا فكرة كويس. ربنا خليك يا دكتور. على فكرة انا مستددتش اي حاجة من اللي هم بيقولوها دي. مش انا بس. ولا انا ولا اي حد من الدفعة. هم يكتبوا اللي يكتبوه وينشروا اللي ينشروه مع احرار. لكن احنا استحنا نسدق الكلام ده. دكتور سليم. يقتل. والله العظيم العالم دي الجنينة. وواحنا مش عارفينك ولا ايه. ما شوط اني شوفتك جدا بس لازمة تكره الله بقى. ماشا دكتور انت مش عايز مني اجي حاجة عامل لك اي حاجة. سلامتك وش ادي حيلك. خلي بقىك من نفسك انت كمان. مع السلامة دكتور مع السلامة. اشتركوا في القناة يا جماعة لو طلعت تبعدوا شوية عكالي براتك يسوف شغله تخرجوا كلاتك تبعدوا شوية مش معقولة كده تعدونا تعدونا هتخرجوا طبع انت طلعت كويس وبتعرف تفكر اهو تسمن بالله يا سليم لو حد من جوه حصله حاج لك انت ما تهددنيش انت زيك زي اي كلب تسمع الكلام اللي هقوله لك بالحرف وتنفزه ولو عملت غير ده انا بقولك عليها او قلت نص كلمة معك بنيش ديتك معايا زرار زرار هدوس عليها وكلكم تبقوا حتة في الشارع تتلمي زي الزبالة مش تغروا علامة لكم ولوما يخلصوا الفتحة اللي بيعملوها تدخل لوحدك او اقولك دخل الواد التاني ده معاك هي فرصة يتعلم برضه انتو الاثنين بس اللي تدخلوا لو حد زيادة دخل او خرج من غير ازني انت عارف كويس اني هيحصل يا جماعة سوالي ساعدوني ساعدونا كلنا يا جماعة هنخرجوا هتخرجوا ان شاء الله بس سيبوا الرجل يشوف تغروا ما تخرجش حد يا مهاء ما تخرجش حد اسمعوني كويس قوي وما حد بش يرد على العين انا هخش وما حدش هيوخ اسمعوني يا جماعة لو كماعة اسمعوا مفيش وقت مفيش وقت اقربوكم ارجوك التفرف ده مش مهمة انا مش هينفع صدقيني مش هينفعهم لو حد خرج المكان كله هينفجر يا فندم انا هخش وحاول اتصرف اتصرف ايه ده مش شغلة يا شغلين احنا يا فندم صدقني اللي بيعملوا كده مرقبنا وشايفين كل حركة احنا بنعملها لو اي حد دخل غيري انا اوبهاء او اي حد خرج المكان هينفجر مش هتعرف او ده مستحيل ارجوك انا اول ما هخش يا فندم هكلم حضرتك في التليفون وتقول لي اعمل ايه بالزلط لما تدخل وبصور لي الكنبلة وبعتلي صورة وانا اقول لك تعمل ايه خاضر يا فندم يلا بها ايه اتجعه لو سمحت اتجعه اتجعه احدش يخش ولا حد يخرج طب ايه هنقامل ايه دلوقتي هنصور الكنبلة زي مالي وهبعد هيلو ها انت اوه ايه فندم انا بعد لحضرتك السور زي بحضرتك قولت اعمل لي دلوقتي اوه حمزة خرجي من هنا حمزة حضر فندم خرجك بس ايه تاربوط مع سيادك فندم خرج لي حمزة من هنا اسكت بقى بانت سيادة اه ناس فندم مع حضرتك القنبلة دي محتوطة بطريقة غريبة شوية الطريقة اللي مربوطة بيها حوالين اللي هو مجدي تخلينا ما نعرفش نحركها ولا نحركها هو كمان لو السلك ده تقطع والدائرة انفصلت هتنفجر الموبايل ده كمان هو المفجر لو العد التنازلي ده خلص واستقبلت اشارة تفجير من اي مكالمة كده على الموبايل برضو هتنفجر طب والحل ايه؟ مفيش حل القنبلة دي محتاجة وقت كبير جدا عشان نعرف نبطلها ده لو احنا اللي بنتعمل معاها لكن اللي فهمتوا ان احنا ما نقدرش ندخل بس المقدم حاوزة من رجالاتنا جوا ممكن نشرح له يعمل ايه هو يتصل يا فندم الموضوع مش بالبساطة ليه زي مسيادتك فاكر لا القنبلة دي محتاجة حد يكون عنده خبرة كافية وكمان لازم يكون مجهز نفسيا قبل ما يبدأ يجرب طب والعمل ايه دلوقتي؟ مفيش عمل الحل الوحيد اننا لازم نلاقي طريقة نخرج بها كل الناس اللي موجودة هناك حوالي 15 دي يا فندم ايوه شايته ايوه فندم وان�� ايوه طب ناخد احنا and i revenir وان أعمل ايه 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 ستنى طب قم شوف بيعمل ايه طب قم شوف بيعمل ايه لو سمحت خرجنا من هنا ارجوك اعودوا الي اهدو لا أهدو اسمعوني اسمعوني علشان اعرف اكلمكم وتسمعوني لو اقعدوا اعودوا اعودكم اهدو اسمعوني اسمعوني هنسمعك لحد اهدوكم ولانا هناخد من هنا اهدو سيحصل والله يا فندم rakt لا، اسمعوني بعد إذنكم، أنا أعدوا، إهدوا أنا أذهبتم بسيطنون أيديك ولذي إزاي كنبيلة جواهم pon zijn حاضر يا فندم، أنا عرف존 إنه أرeless أعدوا بس، أعدوا يا فندم، إسمعيني أنا معاكم، أنا ما فيش حاجة، أعمأ تعال حبيبي أنا تمام بطمينكم إن شاء الله كل حاجة هتحصل خير إن شاء الله بإس عشان دايب الزبط وكلنا هنخرج مع بعضينا عشان كده أنا جاي أقول لكم اهدوا اهدوا السراحة وسيقوا فيه تمام؟ تعال حبيبي أنت اسمك إيه يا حبيبي؟ اسمي حمادة حمادة بص يا وحش أنا هكلفك بمهمة كبيرة قوي وإنت قده أنا عايزك تبضل واخد بالك من كل حاجة بتحصل هنا ولو حد في الناس دي وقف أو عمل أي حاجة تقف على طول على حلك وتنتهل جوه على طول أنا اسمي أمك البهاق اسمي إيه؟ أمك البهاق مشي. إنت خايف؟ لا مفيش رجلي خاف ها؟ ايه؟ يعني يا فنم شان بدر نعمل أي حاجة حمزة هو عد سيبني موت يا حمزة هو عد سيبني يا حمزة أرجوك يا فنم يعني يا حمزة يعني أنا حد سيبني موت يا حمزة أرجوك يا فنم حاول تعمل أي حاجة أرجوك هذا وقد أكدت هذا المصادر أن هذه العمليات إرهابية يقف وراءها التنظيم الإرهابي المعروف بإسمه تنظيم نور الهدف والذي تسبب في العديد من العمليات طوال فترة الماضية الأمر الذي أصفر عن تقوض حدث كبير من القتلى والمصابين وكلها عمليات تمت بقياس الجابر المحلاوي قائد التنظيم والذي تمكن من الهروف مؤخرا بعد القبض عليه المساعدة الإرهابي الهارب من حكم الأدام المتواج قالوا؟ قالوا يا سليم؟ يا سليم سمعني؟ إيه اللي بيحصل عندك ده؟ أنت بتعمل إيه؟ عارف والله العظيم لو أي واحد من الناس اللي جوا دول حصل له أي حاجة أنا عمري في حياتي ما هسامحك وإنتي عارفة كويس قوي الناس دي عملت إيه؟ وعارفة كمان أن أنا مش هينفع أسكت ولازم أرد عليهم يا ده طلعي نفسك بره الموضوع ده خالص أنا مش فاضي دلوقتي أبقى أكلمك بعدين سلم لا يزال عدد تلقى تولي لأهم بلأت توصل وبشروعة الموضوع في النهائة بالسهولية القادمة وإن لم يتمكن خبراء المفرقعات في التعامل معنا بها ما تسبنيش يا بها أربوك ما تسبنيش يا متنى بها أنا عارف من غلطة فيه واسكت بها واسكت بها يا حاطر يا حاطر يا حاطر بخدري ايوة سليمة سليمة أرجوك يا سليمة ركز معي واسمعنك وهي سوجي للناس اللي برا دي ملهاش أيه زنب تاني تاني يا لا تكلم عن الناس اللي ليها زنب واللي ملهاش زنب تاني يا حمزة أرجوك يا سليمة ما تخليش اللي بيني وبينك يا ميج اسمع لو عايف اي حاجة يعملها في انا مش انا اللي حاولت اقتلك خلاص انا مش هخرج من هنا سليم مش هخرج بس تخرج الناس ارجوك لا مش موافق يعني ايه مش موافق يعني ايه انت كننتو ولا ايه سليم ما تعديت نفسك في ستين ده في ستين ده يا طب ويه اللي اتغير يعني او انت نسيت ان انا كان محكوم عليا بالاعدام والحكم تنفس فعلا يعني تفتكري ايه اللي ممكن يتعامل لما تقبضوا عليا هتسيبوني امشي بص سليم لو المسألة يعني مسألة الحكم احنا ممكن يعني ممكن ايه تخففو يعني هيبقى بدل ما الحكم اعدام هيبقى مؤبد مثلا انت اين جدارك يا حمس لو كنت بقول عليك الوحيد اللي بتفكر اللي فيه اين اللي حصلك سليم قاسما بالله العظيم لو حد هنا حصله اي حاجة انت بتهددني تاني يا حمزة هو انت بتتعلمش بس تصدق ان انت فعلا عندك حق اللي حبة ايه طولت وبواخت قوي فعلا بس الحد هنا وكفاية بقى عشان انت مش تخرج من عندك النهاردة سليم سليم ايه ايه بقى جايز الناس علشان نخرجهم هنخرجهم ازاي يا حمزة هو انت مش قلتلي هنحاول يا بهاب هنحاول انت شايف خلاص محتش فيه وقت وكده كده هتنفجر على اقل انخرج الناس بس حد ما ولو سليم شايف الناس بتخرج علشان كده انت اللي هتخرجوا بهاب واسبنا نحاول عمل ايه حاجة هتحاول تعمل ايه يا حمزة با فيش بهاب خبرك الناس يا بهاب سبني واخرج يا حمزة مش هينفع مش هينفع زيبك حلاص يا حمزة بفيش وقت سبني واخرج قطلك مش هينفع مش هينفع يا حمزة اخرج باقولك ارجوك اسطر يا عمي يا قت المخادر اخرج اعملوا محرور اعملوا محرور اخرج يا حمزة خلاص انا كده كده ميت اخرج يا حمزة حمزة قنبيلة وقفت انت عملت ايه انا ما عملتش ايه امال مين برش فيه ايه ايه اللي بيقفل تطور مباغة للاحداث يبدو ان رجال الداخلية قرروا المفترة وانراج الهائل من داخل المكان بعد ان توقف العدل التنزولي للكمبلة فكرة موضون احترار موضوع ومعنا من هناك مرؤسلنا من الموقع لحدث احمد وصفق احمد ما هو الموقع عندك الواقف وكما هو وضع الجنميع ان العدل التنزولي للكمبلة توقف فكرة وان لم نعرف حتى الان ان كان هذا بسلق سيطرة رجال المفارقات على الكمبلة ام ان تنظيم رو الوضع قرر التراجع عن تفديل عملياته والتي لو تمت كانت ستؤدي لتقوط عشرات الضحايا هم من الرهائل الموجودين حاليا داخل المكان يانه رسود يانه رسود اشتو يا لتايني حمزة بقول لك يلا لا فيش وقت حمزة يلا تبني وخارج الناس انفهمها خارج الناس تخرج يا حمزة تخرج عمزة اسمعون يا جماعة اا ان شاء الله خير خارجين ايو يا فردم انا باديش وقت انا جاي حرقكو اصلا فاسمعوني تمام اسمعوني احنا دلوقتي هنخرج بانتظامه واحدة واحدة علشان مفيش دافكة نستيكس حصل ومافيش وقت فاوكي اسمعوني وساعدوني تمام يلا يا فردم بعد يزنوك وحدة واحدة يلا احامزة مفيش وقت يلا يا فردم يلا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة